اشتركوا في القناة وبعد فهذا درس آخر من دروس تفسير سورة النحل نعرض فيه لشيء من الآيات التي تتحدث عن موقف الناس في يوم البعث وكيف تكون أحوالهم وما هي أمورهم التي يسيرنا عليها ثم يذكر الله جل وعلا قواعد أوامر الشريعة وينوه بالتعليمات العليا التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نستعرض لشيء من الآيات في هذه السورة العظيمة فليتفضل القارئ بارك الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات يوم القيامة بعد أن عرف الناس بشيء من النعم التي أنعم بها عليهم في الدنيا وأوجب عليهم أن يصرفوا هذه النعم التي هي من الله في مراضيه وبيّن أن وظيفة الرسل هي البلاغ وأن الحجة قد قامت على العباد ذكر أحوالهم في يوم المعاد وما هي أمورهم في ذلك اليوم فبيّن أنهم يوم القيامة يبعثون أي يحييهم الله بعد موتهم ليحاسبهم وحينئذ يجدون الأمور كلها مضادة لهم فأول ذلك أن هناك من يشهد عليهم بأنهم لم يقوموا بأمر الله يبعث الله من كل أمة شهيدا يشهد عليهم ليكون ذلك أقوم في الحجة فإنه لما كان الذي يشهد عليهم من جماعتهم ومن قومهم فمعناه أن ذلك الشاهد لن يشهد عليهم إلا بالحق وثانيا لا يسمح لهم بالاعتذار لا يسمح لهم بالاعتذار ولا يؤذن لهم في ذلك وثالثا لا يمكنون من توجيه العتاب لغيرهم في ذلك اليوم ورابعا يرون العذاب الشديد بين أمامهم وبين أيديهم بأعينهم أمامهم وبين أيديهم وبالتالي يكون من شانهم أن يستيقنوا أن العذاب لاحق بهم لا محالة وفي ذلك اليوم يوقنون بأن العذاب لن يخفف عنهم ويوقنون بأنهم لن يؤجل عنهم العذاب فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي لا يؤجل العذاب عليهم ثم بعد ذلك يتبرأ هؤلاء بعضهم من بعض في ذلك اليوم ولذا قال وَإِذَا أَرَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ أَيِّ الْمَعْبُودَاتِ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا تُصْرَفِ الْعِبَادَةِ لَهَا ظنُّوا أَنَّهُمْ إِذَا أَشَارُوا إِلَى مَعْبُودَاتِهِمْ أنه يخفف عنهم العذاب فقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك كأنهم يقولون هؤلاء الشركاء سيدافعون عننا وسيحاجون عنا في ذلك اليوم فما كان من أولئك الشركاء إلا أن تبرأوا منهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فنحن لم نأمركم بعبادتنا وإنما تجرأتم على الله فعبدتمونا بدون إذن منا ولا إذن من الله تعالى في ذلك الوقت تسقط الأمور من أيديهم ولم يبق لهم حجة ولذا لا يكون منهم إلا الاستسلام وهذا معنى قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا لأمر الله عندما أمر بهم أن يدخلوا في نار جهنم وظل عنهم ما كانوا يفترون أي كذبهم السابق بأن هذه الآلهة تنفع وتضر وتحميهم أصبح هباء منثورا بمثابة من ضاع في الصحراء ولم يجد الطريق الذي يوصله للنجاة وظل أي ضاع عنهم ما كانوا يفترون أي كذبهم في الدنيا الذي كانوا يكذبون به على الناس فهذا شأن هؤلاء الكافرين فيدخلون النار ذليلين مستسلمين لأمر الله لماذا؟ لأمور أولها أنهم كفروا وثانيها أنهم صدوا عن سبيل الله فكانوا ممن أعرض في نفسه عن الاستجابة لأمر الله وتوحيده ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يمنعون الناس من الاستجابة لدعوة الحق ولذا زادهم الله من العذاب فقال زدناهم عذابا فوق العذاب لماذا؟ قال بما كانوا يفسدون فإن قال قائل أين العدل؟ وكيف يزاد عليه العذاب؟ فيقال بكثرة من اتبعه في الباطل وبكونه قد منع الناس من الاستجابة لدعوة الحق فإنه كما يأتي الإنسان بأجر من هداهم يأتي بوزر من أضلهم ولذا يزاد عليهم العذاب يوم القيامة فهم كفروا في أنفسهم وحاربوا الله ورسوله وصدوا الناس عن الاستجابة لدعوة الله وسبيله فكانوا دعاة للباطل وبالتالي كان عليهم من الأوزار مثل أوزاري من كانوا سببا في ظلاله ثم لما ذكر الله أنه سيبعث من كل أمة شهيدا ذكر أن هذه الأمة سيأتي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد عليها بأنها قد بلغها الرسالة وقامت عليها الحجة ولذا قال ويوم نبعث ذلك اليوم يوم القيامة نبعث أي نخرج في كل أمة شهيدا يشهد عليهم من أنفسهم يشهد عليهم من أنفسهم لأن لا يقولوا شهد علينا من يريد بنا السوء وإنما شهد عليهم نبي من جماعتهم من أمتهم وكان ممن يبعث شهيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء هؤلاء من هم أجيبوا يحتمل معنيين هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته كما يشهد الأنبياء السابقون على أممهم والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم فيشهد لأنبياء الله ويشهد لتلك الأمم بأنها لم تستجب لذلك البلاغة فانظر لبلاغة القرآن كيف أتى بهذه اللفظة على هؤلاء لتشمل جميع المعنيين ثم قال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ بدأ يعدد خصائص هذه الشريعة وكان من الخصائص أنها كاملة أنها كاملة فلا يوجد شيء لم يأتي به شرع الله ودينه بل حكمت على جميع الأفعال بدون استثناء ولذا قال وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ والأمر الثاني أن هذه الشريعة مضبوطة بكتاب لا يحرف فهي باقية الأول كاملة والثاني باقية ولذا قال وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ والثالث أنها ربانية من عند الله تعالى ولذا قال وَنَزَّلْنَا والرابعة أنها هداية فهي تهدي للحق والخامسة أنها رحمة بالناس كافة والسادسة أنها بشارة تُبَشِّر المسلمين بالعواقب الحميدة في الدنيا وفي الآخرة فانظر لهذا اللفظ الوجيز الذي اجتمل على خصائصي الشريعة وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَمَا أَعْظَمَ بَلَاغَةِ هَذَا الْكِتَابَ وَذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بَعْدَ هَذَا أنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِمَا يُصْلِحُ أَحْوَالَ النَّاسِ فانظر كيف كان لهذه الشريعة من الأثر الحميد كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ضعيفة متفرقة يأكل بعضها بعضا عندهم الجوع الشديد مستذلون من قبل الأمم فبدل الله أحوالهم فوالى عليهم الخيرات أشبعهم بعد الجوع وأغناهم بعد الفقر وجمعهم بعد الفرقة ونصرهم بعد الذلة فما أعظم نعمة الله علينا بهذه الشريعة ومتى عاد الناس إلى دين الله وتمسكوا بشرعة كانت تلك النتائج العظيمة لهم فإن الناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أنها متى عادت إلى الله كان الله معها وفي هذا إشارة إلى عظيم نعمة الله بهذه الشريعة على هذه الأمة فإن هذه السورة سورة النحل هي سورة النعم ومن النعم ما أنزله الله جل وعلا من هذا الكتاب وما بعث به هذا النبي الكريم فأشار الله إلى إلى القواعد الأساسية في تعاليم الشريعة فمن ذلك قوله إن الله يأمر بالعدل ما معنى العدل إعطاء الحقوق لأصحابها والأمر هو الطلب الجازم الذي يأثم مخالفه وبالتالي فكل حق يجب أن يؤدى لأصحابه وعظم ذلك حق الله تعالى سبحانه وحقه بأن يعبد وحده لا شريك له وأن يطاع فلا يعصى وأن يرجى ويخاف ويحب وتستشعر مراقبته ويتوكل عليه وأما العدل مع رسوله فبطاعته وبتحكيمه وبعدم عبادة الله إلا بما جاء به وبتصديقه في أخباره صلى الله عليه وسلم والعدل في حق العباد بإعطائهم ما لهم من الحقوق وهذا الأمر لمن وجه لم يذكر هنا لمن وجه كأنه يشير إلى أن الأمر يشمل الجميع الصغير والكبير صاحب الولاية والمولى والمولى عليهم القاضي والخليفة والوزراء والموظفون كلهم داخلون في هذا اللفظ إن الله يأمر بالعدل وأما المعلم الثاني في أوامر الشريعة فالأمر بالإحسان بحيث يكون من شان الإنسان أن يكون نافعا لغيره سواء كان إحسانا في أمر ديني بالدعوة والإرشاد والنصح والتوجيه أو كان إحسانا في أمور الدنيا على اختلاف أمورها ومن كان من أهل الإحسان إلى العباد أحسن الله تعالى له ومما يدخل في الإحسان أن يحسن الإنسان في عبادة الله بأن يؤدي العبادة على أكمل وجوهها وكان مما أمر الله جل وعلا به إيتاء ذي القربى والقرابة هم من تربط الإنسان بهم الرحم وذلك لأن القرابة لهم حق أفضل وأحسن من حقوق غيرهم ولذا نص الله تعالى على القرابة من أجل من أجل تأكيد حقهم ومن أجل صلتهم وبرهم فإن إيتاء ذي القربى لا يخلو إما أن يكون عدلاً وإما أن يكون إحساناً فهو داخل في ذلك لكن الله ذكر هذا الخاص بعد العام من باب التأكيد عليه وقوله إيتاء ذي القربى يدخل فيه جميع القرابة مهما بعدت صلة القرابة بهم هذا في جانب الأوامر يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأما في جانب النواهي فإنه ينهى عن الفحشاء والمراد بالفحشاء عظائم الذنوب كالشرك والزنا والقتل والتكبر على الخلق قال ينهى عن الفحشاء والمنكر والمراد بالمنكر المعاصي والذنوب فإنها مما ينكر وأما قال والبغي والمراد بالبغي العدوان على الآخرين فسواء كان عدوانا عليهم في دمائهم أو في أعراضهم أو في دينهم بصدهم عن الاستجابة لأمر الله تعالى فانظر لهذه الآية البديعة التي اجتملت على قصر ألفاظها خلاصة الشريعة فيما تأمر به وفيما تنهى عنه ومن هنا فإن الإنسان ينبغي به أن يستشعر هذه المعاني ثم قال تعالى يعظكم أن يوجه لكم الموعظة التي تكون بها نجاتكم وسلامتكم لعلكم تذكرون أي تتفطنون وتفهمون وتعيدون ذكر هذه الشريعة بعد فهمكم لما أمر به وبذلك تحصل سعادتكم في الدنيا والآخرة ثم أمر الله جل وعلا بأمر عظيم ألا وهو الوفاء بالعهود فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وهذا يشمل العهود مع الله والعهود مع الخلقي ما هي العهود مع الله تشمل النذور وتشمل التزام الإنسان بدين الإسلام وتشمل أيضا ما يكون من قضاء واجب أو أداء واجب ثم قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها المراد باليمين الحلف والقسم بالله تعالى فإذا أقسم الإنسان على فعل شيء من الطاعات وجب عليه أن يفعله وبالتالي إذا وكد الإنسان اليمين بأن يعقدها بإسم الله تعالى متى تكون اليمين مؤكدة إذا عقدت بإسم الله تعالى وهناك من قال بوجود أشياء مع اليمين تعظمها وتؤكدها ويمثل لذلك بالأيمان بعد العصر واليمين التي يغلض في لفظها وقد قال بذلك طائفة أن هذا هو توكيد اليمين وفي الآية قال وقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها الأصل في النقض فك الشيء بعد ربطه وحل الشيء بعد عقده هذا يقال له النقض ولذا تسمى المحكمة العليا محكمة النقض لأنها تفك وتبعد وتزيل آثار الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأولية وقيل لا تنقض الأيمان أي لا تزيل أثرها بعدم التزام بمقتضاها وهذا كما يشمل اليمين يشمل جميع العهود وهكذا أيضا يشمل العقود التي يعقدها الإنسان مع غيره فهي بمثابة الأيمان قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون خوف العباد من الله تعالى فقال وقد جعلتم الله عليكم أي أنتم يا أيها المتعاقدون جعلتم الله كفيلا عليكم وبالتالي عليكم أن تحذروا من مخالفة هذه الأيمان وهذه التعاقدات التي عقدتموها ثم قال إن الله يعلم ما تفعلون فإن الله لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد وسيجازيهم على أفعالهم ثم حذر الله جل وعلا من أن يؤدي لإنسان أعمالا صالحة ثم يعود عليها بالإبطال والإلغاء فإن الإنسان قد يتعب يتعب في الصيام يتعب في القيام ثم ما يفتأ أن يزيل أجر ذلك الصيام بإتيانه بمناقض للعمل الذي أداه فاحذر أن ترد يوم القيامة خالي الوفاض ليس معك شيء من الحسنات قال ولا تكون أي لا تتشبه بتلك المرأة التي تغزيل وتقوم بنكثه فهي تقوم بأخذ الصوف ونحوه فتغزل منه شيئا لحوائجها ثم بعد ذلك تقوم بنقض ما غزلته فأتعبت نفسها وأفسدت آلتها وأمضت شيئا كثيرا من عمرها ومع ذلك ما هي فائدتها لا يوجد لها ثمرة ولا فائدة فهكذا يضرب المثل في من عقد اليمين بالله تعالى ثم لم يقم بالوفاء بتلك اليمين ولا تكون كالتي نقضت غزلها قامت قامت بغزل ما لديها من الصوف فلما كمل عملها ألغته ونقضته قال ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي أن الإنسان عندما يقوم بالنقض ثم بعد ذلك يقوم بالغزل ثم بعد ذلك ينقض فكأنه فعل مثل هذه المرأة التي تغزل ثم تطلب ثمنه ثم تقوم بإهدائه فهذا مثل لمن نقض معاهد الله تعالى عليه حيث يحكم عليه بأنه سفيه ولا يدرك عواقب الأمور وبالتالي نعلم معنى ما أراد الله تعالى بذلك ثم قال تتخذون أيمانكم أي حلفكم وقسمكم تجعلونه دخلا بينكم أي تحلفون للآخرين باليمين من أجل أن يثقوا فيكم قال أن تكون أمة هي أربع من أمة يعني الاحتمال أن تكون جماعة أرفع درجة من الجماعة الأخرى لماذا لقيامهم بشرع الله جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى إنما يبلوكم الله به أي هذا الفعل الذي فعله الكفار إنما هو اختبار وابتلال ينظر من يصدق ويستجيب ومن ليس كذلك وبالتالي يحذر الإنسان من أن يقسم اليمين ثم لا يبر بيمينه وإنما عليه أن يلتزم باليمين يتقرب بذلك لله تعالى ثم ذكر الله جل وعلا أن ما أمر الله به من الشرائع له حكمة ألا وهي أن الله يريد أن يبتلي العباد وكذلك من الحكمة أن الله أراد أن يتبين هل هذا من الصابرين أو ليس كذلك وأيضا أراد الله جل وعلا أن يكون سببا من أسباب الفصل بين المتخاصمين في يوم القيامة من أجل أن يجازي كل واحد بالعمل الذي يؤديه ثم ذكر الله جل وعلا أن تمايز الأمم هو تدبير من الله وكما ما يز بين الأمم وجعلهم على مراتب فإنه قادر على جعلهم مراتب فيما يتعلق بالهداية ولذا قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على دين واحد ولكن لله حكم يضل من يشاء أي يجعله يستمر في غيه ولا يعترضه ويهدي فريقا آخر فيرشدهم إلى الحق قال ولتسألن عما كنتم تعملون أي سيقف العباد بين يدي الله تعالى فيسألهم عن أعمالهم جميعا في اليوم الفلاني فعلت كذا وفي الساعة الفلانية وهذا يحتاج معه إلى سجلات كثيرة ولكن لله حكمة وقد تكون سجلاته صغيرة ثم قال ولتسألن أي سيسألون كم عن ما أي عن الأطعمة التي كنتم تعملون ثم قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم الأيمان جمع يمين وهو القسم ومثله ما فيه التزام من مثل عقود المعاملات كالبيع والإيجارة قال وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ ذَكَرَ الْيَمِينَ وَيُلْحَقْ مَا مَا ثَلَ بِهِ مِنْ مِنْ مِثْلِ العهود والعقود التي يعقدها الإنسان مع غيره قال وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا شبَّه البقاء على الصراط المستقيم بالبقاء على الصراط الذي يضرب قال وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوء بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فقوله هنا وَتَذُوقُ السُّوء أي أنه يلحق بكم المنظر السيء بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أي السبب في ذلك والسبب في طمس قلوبكم ما كان عندكم من الذنوب والمعاصي فقال بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أي عن الطريق الموصلي لا رضوان الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أي مُضاعف فهذا هو معنى هذه الآيات العظيمة التي اجتملت عليها هذه السورة ففي هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى يبعث على كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وفي هذه الآيات تأثير الترف على حياة الإنسان وعدم قبوله للحق وفي هذه الآيات أن الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذنه وفي هذه الفوائد انقطاع الحيل والسبل التي يتمكن بها الكفر من محاجة من يقابلهم وفي هذه الآيات أن أهل التوحيد ينجيهم الله تعالى في ذلك الموقف العظيم وفي هذه الآيات أن المشركين والكفار لم يعد من شانهم الرغبة في مناقشة المسلمين ومن هنا عقدوا أو تكلموا على من كان سبباً في ظلالهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون أي ما كذبوا به الكذب الكبار فهؤلاء أقروا بالكفر وأقروا بالكذب على الله فهذان عملان عظيمان وبالتالي لا بد أن يكون له حكم في الشرع فالمقصود بأن الله تعالى قد ذكر أن هؤلاء الكافرين ظلوا السبيل وبالتالي كانت لهم العاقبة السيئة بينما من كان يمتثل أمر الله في ذلك سلم بل ارتفعت درجته عند الله جل وعلا وقد وردت آيات تماثل هذه الآية كما في قوله جل وعلا ونزل كما في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد والأحكام أن الله جل وعلا ما يز بين العباد وفرق بينهم لمصالحا تعود على المجموع وقوله وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَإِنَّهُمْ مَتَى اتَّخَذُوا الْأَيْمَانَ دَخَلًا بَيْنَهُمْ كان هذا من أسباب زيغي القدم والمراد به على الصراط المستقيم قال وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فهذه عواقب ناشئة عن عدم تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وَتَذُوقُوا لأن الذوق أقل من أن يدخل في جوفه شيئا وهذا على جهة التبكيت لهم كأنه يقال هذا العذاب الشديد الذي تتضرعون منه إنما هو شيء يسير بالنسبة لبقية عذاب الله تعالى وقوله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أي مُؤْلِمٌ مُوْجِعٌ ثم قال تعالى وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ما في هذه الآيات من الحكم والأحكام في يوم آخر بإذن الله جل وعلا